ألقى وزير الخارجية ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ الدكتور أحمد ناصر لمحمد الصباح بيانا حول آخر التطورات في المنطقة أكد خلاله أنه في إطار جهود المصالحة التي سبق أنقادها سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح رحمه الله واستمرار للجهود التي يبذلها حاليا حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة لحل الأزمة فقد جرت مباحثات مثمرة خلال الفترة الماضية أكد فيها كافة الأطراف حرصهم على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي بسم الله الرحمن الرحيم في إطار جهود المصالحة التي سبق أنقادها سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله واستمرارا للجهود التي يبذلها حاليا سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أمير دولة الكويت وفقامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة لحل الأزمة فقد جرت مباحثات مثمرة خلال الفترة الماضية أكد فيها كافة الأطراف حرصهم على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي وعلى الوصول إلى اتفاق نهائي يحقق ما تصب إليه من تضامن دائم بين دولهم وتحقيق ما فيه خير شعوبهم وفي هذا الإطار نعرب عن التقدير للسيد جارد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي على الجهود القيمة التي بذلها مؤخرا في هذا الصدد وحول هذا المنضوع ينضم معنا عبر الهاتف وزير الدولة لشؤون الخارجية الأسبق سيد سليمان ماجد الشاهين جهود كبيرة قامت بها دولة الكويت سعيا لحل هذه الأزمة كيف ترى من منظار ومسار هذه الجهود وما أثمرت إليه سيد سليمان كنا على اتصالكم هذا الحدث لا شك أنه هو الذي يرسم خريطة الحالية لدول مجلس التعاون وعالمنا صغير وصغير جدا ولهذا ليس غريبا علينا أن نرى مثلا أكبر دولة من أكبر دول وهي الولايات المتحدة الأمريكية تتشاور وتتعاون مع دولة صغيرة الحجم أو متوسطة الحجم مثل الكويت ونحن نثق تماما في قدرات دولوماسية التي تقودها الكويت في كل مراحل ولنا الحقيقة في التاريخ الواضح والكبير الذي خلفه لنا صاحب السمو الراحل الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح والآن عندنا الحقيقة الوزير الشاب الذي يمثل مستقبل الكويت وهو سمو الشيخ الدكتور أحمد الناصر الصباح وهو خير من يسير على ملامح مدرسة مغفور له الشيخ صباح وبالتالي فالخزينة التاريخية لدول الكويت فيما يتعلق بالوساطة تمدنا دائما بالقدرة على قطع الطريق بخطوة إلى الأمام في إزالة هذه الغمامة إن صاح التعبير التي تمر بدول مجلس تعاون ونحن على ثقة بأن قيادة الدكتور الشيخ أحمد الناصر الصباح بإذن الله سوف تحقق الأهداف خاصة وأن جميع الدول مجلس التعاون وعضائها حريصين جدا أن تتغير صورة العلاقات إلى أسلوب أفضل بحيث أننا نستطيع أن نعيد لمجلس التعاون الأسلوب المعروف بالتعاون الشامل والذي يعكسه اسم مجلس التعاون سيد اسلام ماجد شاهين لا شك بأننا نريد أن نعرج أيضا على ما قام به سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه ودوره البارز في وضع اللبنة الأولى بل وضع كل المعطيات وخارطة الطريق لقيادة هذه الجهود لحل هذه الأزمة التي واصل قيادتها سمو الأمير حفظه الله ورعاه شيخ نواف الأحمد الجابر الصباح فكيف ترى هذا المنظور؟ من المؤكد بأن الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح كان معني تماما بمخاطر المرحلة التي مرت ولا زالت تمر فيها حاليا ولكن من أيضا كلنا مؤمنين بسياسة وخط الشيخ الراحل الصباح الأحمد ومن المؤكد بأن صاحب السمو أميرنا الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله خير من يحمل هذه الرسالة وهي الرسالة تسمت فيها السياسة الكويتية على مسارها الطويل وبالإضافة إلى أن جميع قادة الدول مجلس تعاون وعين لهذه المخاطر التي تمر فيها المنطقة ولكن من نفس الوقت نشعر بأن الكل متعاون في تفهم المرحلة ونأمل بأن يكون هناك انفراج إن شاء الله في مثل هذه العلاقات لأن ليس لنا طريق آخر غير التعاون بين دول مجلس التعاون وخاصة دول مجلس التعاون تحمل هذا الشعار الكبير وهو موضوع التعاون بل أكثر من هذا أحلام القادة المؤسسين كانوا يعملون في أن التعاون بين هايز الطريق يقوم ويؤدي إلى تحقيق الاتحاد وهذا هو في الواقع مضمون هذا المجلس ونأمل بإذن الله أن يتحقق هذا الأمل بعد أن تجعل ما يعكر الجو الحالي سيد سليمان كلنا نعلم بأن للكويت مكانة وكلمة عالية ومقدرة لدى الإخوة الأشقاء في الدول الخليجية لذلك باعتقادك هذه الكلمة وهذه المكانة أثمرت بأن تكون هناك رغبة حقيقية لدى الإخوة في الدول المنطقة لحل هذه الأزمة وأنهائها بشكل كامل من المؤكد جميع أعضاء دول مجلس التعاون وقادتنا يتسمون مثل هذه الصفات الصفات الرغبة في حل المشاكل الرغبة في تطويقها الرغبة في عدم التصعيد كل هذه قواعد تحكم مسار مجلس التعاون ولكويت الحمد لله يعني وتوفقت في مسارها بتحقيق هذه الأمانين ولعلنا إن شاء الله نشهد انفراجة يعني خاصة تتعلق بالمتغيرات في عالمنا يعني عنده وأنا لا أستطيع الحقيقة أن أقول بعد شهر أو اسبوع أو شهرين ولكن من المؤكد بأن الطريق لن يغلق أمام أي جهد وهناك جهود كثيرة متضافرة وفي مقدمتها الجهود الكويتية وكما قلت فإن لنا الحقيقة الإيمان في أن الدكتور الشيخ أحمد قادر إن شاء الله على ترجمة هذه الأمال في تطويق هذه القضية باعتقادك يعني سيد سليمان ماجد الشاهين وبصفتك أيضا من الرجال الذين مارسوا العمل السياسي طوال فترة خدمتهم وتوصلت أنت كنت في يوم الأيام وزير الدولة للشؤون الخارجية الأسبق هذه الدبلوماسية الكويتية إذا انعكست في القادم من أيام على حل هذه الأزمة الخليجية ورأب الصدع الخليجي ما انعكاسها على المنطقة كأقليم خليجي بعودة اللحمة من جديد وانعكاسها أيضا على المواطنين الخليجيين فيما بينهم البعض من المؤكد بأن هذه المشكلة ليست هي الوحيدة التي تواجه أقليم الخليج وعندما أقول أقليم الخليج ليس فقط دول مجلس التعاون ولكن للوضع مثلا في إيران الأحداث في اليمن وما يحيط في الأوضاع المتحركة الآن في الولايات المتحدة كل هذه القضايا تشكل المسار الذي يجعل من قادتنا عند إيمان شعوبهم في أنهم قادرين على الانتقال من هذه المرحلة إلى مرحلة أخرى ولهذا نجد أيضا أن تحركات معالي الدكتور نايف الحجرف أمين عام مجلس التعاون بين هذه العواصم يعكس أيضا هذا الدور وبالتالي الجميع مجمعين على أن هذا الوضع يجب أن يتغير إلى الأفضل وكما هو يجب أن يكون سيد سلمان ماد الشهين السؤال الأخير قبل أن نختم هذا الحوار معك سيدي أريد أن نتحدث حول انعكاس هذه الجهود السياسية التي تقوم فيها دولة الكويت على هذا الوضع الآن وانعكاسه على الجانب العربي ورؤية أيضا على المنظور العالمي كيف سترى هذا الموضوع إذا كان هناك مبادرات لحل هذه الأزمة وانعكاساتها من المؤكد بأن دول مجلس التعاون لا تمنع أي خطوة يستطيع أي جهة أن تخطوها في سبيل حل هذا الإشكال ولكن أنا مؤمن دائما بأن أهل البيت أقدر على معالجة قضاياهم من الدول الأخرى دول انتقاص للجهود التي تبدل عربيا ودوليا خاصة أن منطقة الخليج منطقة حيوية وليست منطقة مهملة في العالم بل مرحلة ودول ناشطة لها تأثير سياسي لها تأثير اقتصادي محيطة في منطقة حيوية أخرى وبالتالي نشعر تماما بأن هذه المرحلة إن شاء الله أن تصل إلى حلول لأن هذه ليست المرة الأولى التي تحيط بالمنطقة مثل هذه الاختلافات في وجهة النظر وليست الخلافات على ما نقول سيد سليمان ماجد الشاهين وزير الدولة لشؤون الخارجية الأسبق شكرا جزيلا لك